بالبداية ناقشت اللجنة حول التقارير السبعة التي تم تقديمها من قبل اللجنة والمدرجة على جدوى الأعمال المجلس والتقارير هي تقارير شراء مديونيات قروض المواطنين والتقارير الثاني حول زيادة معاشات المتقاعدين والتقارير الثالث حول إسقاط وإلغاء فوائد القروض الغير قانونية على قروض المواطنين والتقارير الرابع تخصيص الكويتية كناقل وطني والخامس إنشاء شركة للتسويق المحاصيل الزراعية والتقارير السادس خف نسبة الاستقطاع في قرض الحسن بالنسبة لتأمينات الاجتماعية من 15% إلى 5% للمواطنين وآخر شيء هي تقرير حول اختراح بقانون تعديل قانون غرفة التجارة والصناعة بطبيعة الحال استنادا إلى المادة 103 و 105 من اللائحة اللجنة بالإجماع قررت عدم سحف أي تقرير من التقارير المدرجة على جدول الأعمال ما لم يتم تقديم تعديلات جوهرية وجدرية على المخترحات المعروضة أمام المجلس وبتكون تعديلات جدرية وقانونية وبالثم بموافقة المجلس أما كلجنة لن نسحب أي تقرير وإعادته إلى اللجنة للمزيد من النقاش إلا بتطبيق اللائحة الموضوع الثاني تم مناقشة تكليف المجلس للنجنة برفع تقرير للمجلس حول إلغاء المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية حول المعاشات الاستثنائية بعثنا رسالتين لمؤسسة التأمينات الاجتماعية والإزارة المالية لم يصلنا أي رد حول البيانات المطلوبة لذلك نحن بانتظار البيانات لتحديد مواعيد اجتماع اللجنة المالية مع الأخوان في وزارة المالية والتأمينات الاجتماعية والبنك المركزي تم دعوتهم لاجتماعين بما يناسبهم حسب التزامهم إما يوم الخميس 19 يناير أو يوم الأحد 22 يناير حتى يتسنى للجنة المالية واقتصادية تقديم تقارير لإدراجها على جلسة 24 واحد بالنسبة للمواضيع المدرجة على جدول الأعمال منها شراء مديونيات المواطنين وزيادات معاشات المتقاعدين وكذلك إسقاط الفوائد مترتبة على القروض فوائد الغير القانونية بالإضافة إلى القضايا الأخرى التي تم مناقشتها أو إضافة أي بنود أخرى بالنسبة للتقارير المعنية ولكن في نفس الوقت أحب أن نوه للأخوة مقدمين هذا الاختراح الاختراح بقانون التقديم لم يعطي استثناء لأي جهة سواء للعسكريين أو المعاقين أو أي جهة أخرى وبالتالي إذا صدر التقرير سوف يشملهم بإلغاء المعاشات الاستثنائية للعسكريين والمعاقين وبالتالي على الأخوة الذين قاموا بتقديم هذا المخترح بقانون عليهم تعديل بقانون آخر وتقديمه إلى اللجنة حتى يتضمن التقرير الاستثناءات الموجودة وإلى الآن لم يتم تقديم أي مخترح في استثناء أي فئة من فئات من هذا القانون بالنسبة للمعاشات الاستثنائية كذلك بحثنا مخترح قانون تعديل على المادة الرقم 24 بإصدار حول قانون التجارة حول إلغاء الوكيل المحلي وبالتالي دعينا الجهات بشأن مناقصات المركزية والوكيل المحلي وهذا ما تم دعوة الجهات للاجتماع يوم الخميس الشيء الآخر كذلك تم الموافقة على طلب من الأخوة غرفة التجارة والصناعة بالاجتماع باللجنة نسمع وجهة نظرهم حول المخترح قانون التي تم تقديمها للمجلس حول تحويل الغرفة إلى نقابة للتجار بالإضافة إلى تحويل بعض الصلاحيات واختصاصات غرفة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وكذلك إحالتهم وتطبيق قانون العمل الأهلي على غرفة التجارة والصناعة تم تحديد موعد يوم الثلاثة للاجتماع بغرفة التجارة والصناعة حسب الكتاب التي تم إرسالها لرئيس المجلس هذه القضايا طبعا أحنا أكد مرة ثانية بعثنا الرسائل اليوم لأزارة المالية لتأمينات الاجتماعية للبنك المركزي طلب معلومات وبيانات حول معاشات المتقاعدين حول قضايا المتعلقة وجهة نظرهم في مخترحات شراء مديونيات المواطنين كذلك توجههم حول زيادة معاشات المتقاعدين اشتركوا في القناة